السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو راح نعلمكم شون تحلون أسئلة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي إن شاء الله أباشر امتحانكم اللغة العربية وبما أن يعني اللي تارك الدراسة كم سنة ما يعرف شنو نمط الأسئلة وما يعرف شنو يجاوب فخلينا نشوفكم شنو راح تحلون أول مرة أدكم قواعد خمسين درجة سؤال الأول سؤال الثاني سؤال الثالث سؤال الأول يطيك ألف وباء سؤال الثاني ألف وباء سؤال الثالث ألف وباء أو جير هذه قدامكم الأسئلة هذه التمهيدية سنة الواحد وعشرين يعني مات العام ها عيوني هذاني ثلاث أسئلة قواعد عليها خمسين درجة تروحون على المحفوظات عشرين درجة شنو شي يطيكم المحفوظات يطيكم يقول لك إجب عن سؤال واحد فقط السؤال الرابع اكتب سطرين من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابنه الحسن عليهم السلام يعني مخصص سطرين هنا تقريبا ثلاث أسطر وكلمتين فقال لك بس سطرين السؤال الخامس يقول اكتب أربعة أبيات من قصيدة أنا إنسان للشاعر محمد جبار حسن مضبوطة بالشكل شنو معنى مضبوطة بالشكل؟ يعني ويا الحركات زين الانشاء عليه ثلاثين درجة خلينا شوية شوية شنو راح تدخلون تحلون أول ما تجي ما تحل القواعد القواعد ليش ما تحلها أول مرة؟ لأن القواعد يراد لتركيز يراد لشرح يعني مثلا هسا هاي عندك السؤال الأول مطيك آية قرآنية قال لك ما تحته خط معارف لازم أنت تفكر شل المعارف المعارف بإيه المعارف بالإضافة علم لمذكر علم لمؤنث المهم عندكم فهذا شنو القواعد يراد لتفكير مو أول ما تجيزون تحلون لا تدرون الشي تحلون أول مرة؟ روحوا على المحفوظات ولا الانشاء الانشاء يراد تقريبا تلص صفحات انت تكتب انشاء فتروحون أول ما تحلون على المحفوظات ليش تروحون على المحفوظات؟ خاطر ما تنسون الوصية خاطر ما تنسون المحفوظات ما عيني؟ فأول ما تجيون تحلون المحفوظات حتى ترتاحون منعتها حتى ما تنسوها مطيك المحفوظات؟ يعني سؤالين؟ تجاوب على سؤال واحد يا أما الوصية أو القصيدة ما لأنا أنسان وأنا نزلت لكم فيديو عن هذه المحفوظات وعن الانشاءات بعدين شو تروحون؟ خلصت المحفوظات هذا جاوبت على سؤال واحد علي عشرين درجة شوفوا المحفوظات علي عشرين درجة يعني بس الوصية وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابنه الحسن عليهم السلام تكتبها تحصل لك عشرين درجة وكاملة وكوصية أبو بكر وهذه القصيدة ما لأنا أنسان كتبتها تروح على يمن تروح على يمن على القواعد آخر شيء تروح تحل الإنشاء لأن الإنشاء هميرات له يعني تفكر وتكتبت للصفحات تروح على القواعد سؤال سؤال لا تترك سؤال مثلا هذا سؤال الأول ألف عندك نقطيا باء يعني ترقم سؤال أول ألف وباء سؤال الثاني وعلي كيفك تحل القواعد يعني سؤال سؤال قلت لك أول مرة تروح على المحفوظات بعدين عن القواعد يلا تروح على الإنشاء الإنشاء تكتبت للصفحات الإنشاء عندكم أنا نزلت فيديو شنو الإنشاء المهم عندكم يجيك هذا عن العراق وهذا يجيك عن يعني المهم يجيك واحد وزار هايا واحد خارج واحد من ضمن الكتاب هسه عرفتوا شنو تستعجلون بخط واضح وخاصة الإنشاء كنت يعني صفحتين أو ثلاث صفحات ونتوا السادس حلو إنشاءكم وبي علامات الترقيم ب يعني شنو علامات الترقيم يعني الفارزة علامات التنصيص القوسان النقطة شارحة أقوى للرسول الآية القرآنية عيوني وتركونا أول مرة فراغية لتكتبون الإنشاء بخط واضح وحلو والمحفوظة إذا تريد تكتبوا المحفوظة مال أنا إنسان حلو يعني سويها نفس طريقة الكتاب ولا تنسى اسم الشاعر والوصية همهيتي أيوه على كيفكم روحوا حلو قواعد كلها شارحة هاني هذا القواعد ومنزلها مرشحات وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر